أرهب على تعالى سهلة وإن شاء الله hectáreas معينا أجزاء عام موديل 4 أخرى سنوي من الموديل والتي ستنحلها إن شاء الله لكن عايزة نوها الحاجة الاول بالنسبة لحلقة بتاعة الريدينج و كيف تحل السؤال بتاع الريدينج نزلناها في حلقة وحلينا كمام معها الريدينج بتاع موديل 4 على شأن احنا بنحل دلوقتي مش نحل الموديل مش نحل الريدينج بتاع موديل 4 سوف أسيب لك الحلقة في الوسط ونرى المودل ونرى كيف تقدر تحلق المودل ونرى كيف تقدر تحلق المودل بكل سهولة نقص لنا كده حلقة المقال إن شاء الله هيكون برضو المقال من المودلس اللي عندنا هنحل واحد منهم وزي حلقتنا زي ما قلت لكم وقعدتكم إن إحنا هنحلل المودلس دي وهنقدر نخلصها في أربعة معنا طبعا حلقة يوم ويوم إحنا كمش متأخرين إحنا معلناش اللي عشر المودلس ونخلص المودلس دي تمام فلا ممكن كمان نجيب كتاب تاني ونحل منه إن شاء الله وإن شاء الله هيكون في حلقة مراجعة للجرامر دي هتكون نزلة يعني وانت بتمتحن امتحان العربي هنزلها بحيث لما تيجي من امتحان العربي تقدر انك تفتح اليوتيوب وتشوف الحلقة جاهزة قدامك حلقة ملخصة كل الجرامر بتاع تانية سناوي نفتح ورقتين كده بيد معنا وينلخص كل الجرامر وكل الأفكار اللي عادة بحيث انهن فيش أي حاجة تكون واقعة منك يقول هنا نامبر وان في مودل فور إيه ف آي ويرودabs حالة تانية سمنا بعد وضل ايه ؟ بعد وضل انا عايز مصدر ب היزة مصدر ب ail زى estaبلت with my giveaway طبعا هنا يبقى ايه i would tick with me everywhere نامبر 2 my father is bees me a laptop إيه بقى باي ولا لا bays ولا is buying ولا will buy ولا is going to buy بعنا نكمل الجملة me a new laptop يعني يشتري لابتوب جديد he promised me to do that طيب قلنا promise يعني وعد واحنا عارفين ان احنا في حالة الوعد بنستخدم ايه حالة طلب حالة وعد حالة نصيح حالة تحذير will we the mother او will infinitive number three my mother works in a bank near our house جنب بيتنا تمام it takes her space time to be there بيتاخد وقت قدية عشان تروح هناك وقت قليل دي معناه كتير ودي معناه كتير طيب الاجابة بقى few ولا little هل الوقت يعد لا الوقت لا يعد زي مسلا مولك المياه تعد المياه لا تعد الاكل يعد الاكل لا يعد ماشي فهنا طبعا هنستخدم ايه هنستخدم little number four number four if you eat while driving لو انت اكلت اثناء القيادة you would be fed انت هتموت او هيغم عليك you would be fed do it يبقى ايه you mustn't دقى ايه ده تحزير number five i was based yesterday i am supposed to travel كان من المفروض ان انا اسفر لي من بي رح طبعا هنا yesterday يبقى انا محتاج was طيب was supposed to travel ولا was supposed to traveling طيب طيب في الحاجة هنا بتدولها على استمرارية استمرارية لما يقول لي مثلا yesterday من الفترة دي للفترة دي طيب ازاي بقى الفترة دي للفترة دي تعال ما فهمك الحتة اللي تحتها دي تعال كده نروح لننبر سفن انا عرف ان احنا نفرايف تعال بس نروح لننبر سفن عشان ما فهمك الجزئية دي from ten to twelve ماشي قال لي ايه ten to twelve يبقى انا لازم مستمر لما يديني فترة تعالف انها مستمر tomorrow morning لا ده في المستقبل يبقى ايه مستمر في المستقبل تمام؟ يبقى انا عايز هنا حاجة فيها لده لده تمام؟ لده لده تختار انهي will be having what i'm having طبعا انا اقول لك ايه اقول لك تموره يبقى على طول will be having نرجع بالسؤال بتاعنا هنا قال لك ايه قال لك يا ستردي ادى لك مدة مادلش مدة يبقى انا على طول هاستخدم ايه استخدم طرف العادي تمام يا شباب number 6 why didn't you take part in the race لماذا اخدتش جزء في الرئيس use base it لما باقي عبر عن ندم كنت ممكن كان ممكن انك تكسبو كان مفترض انك تكسبو وتبقى لها ازاي ممكن اقول should have way تصريف الثالث او could have وبرضو way والتصريف الثالث واخدنا الصيغة دي كتير جدا واحنا بنشرح في الجزئية دي تمام؟ فهنا could have كان ممكن انك تكسبو لماذا لم اخدتش جزء في الرئيس نحلها نروح ال number 8 ركز معي حيث نشرح الشرية منتش فهم حاجة رجع الفيديو رجعوا كده 10 ثواني او رجعوا للحطة اللي انت مش فهمها تمام؟ نيجي لي number 8 take this medicine خد هذا الدوائس base you feel it اما انا بقولو خد الدواء امتى لما تشعرش بالتعب ولا لما تشعر بالتعب طبعا لما تشعر بالتعب والزاوت بدون الشعور بالتعب unless اذا لم تشعر بالتعب in case of في حالة الشعور بالتعب in case في حالة الشعور بالتعب طائرة ايه الفرق بقى ما بينك in case of و in case طبعا انت عرفت ان دول ايه في الميننج غلط هتستخدم واحدة من دول شرحنا في الجرامر قلنا ان in case of شرحناه كتير جدا دي و احنا بنحل المودلس على فكرة قلنا ان in case of دي بتيجي معه بتيجي مكان F حلو الكلام؟ بس محتاجة نون او ايه محتاجة نون او verbal ing تمام؟ هنا في نون او في verbal ing لا ده مديني ايه؟ مديني u فيه للي يبقى مديني ايه جملة كاملة؟ يبقى انا محتاج F يا مصر او محتاج in case طيب لو جاي لف و in case في الجملة اختار من ايه؟ اختار من حسن مييننج في حالة ولا لو في حالة ولا لو هنا لو شعرت بالمرض ولا في حالة الشعور بالمرض طبعا في حالة الشعور بالمرض و دايما الجملة دي بتيجي بنفس النص هنستخدم ايه in case يا شباب الجملة دي بتكرر كتير جدا احتمال تيجي في الامتحان و ان شاء الله هنحل النموذج الاسترشادي ياليت لو حد معاين نموذج الاسترشادي يكتبلي في الكمس و ان شاء الله هنحبس عنو و هنزلوك برده تمام؟ تمام لسه الايام معانا كتير لسه معانا شخر number 9 students aren't space to use their books during exams it is an open book exam هو امتحان ايه؟ امتحان داخل الكتاب او امتحان open book تمام؟ students aren't a مش من المفروض ان هما ايه؟ لاحظ ان هنا نافي هنا ايه؟ هنا نافي ركز او في الحتة دي عارف ليه؟ لان انت هتقول هنا students are يشجع ان هما يستخدموا الكتاب في الامتحان ولا recommended بيوصيهم ان هما يستخدموا الكتاب في الامتحان ولا prohibited ولا بيتحذروا ولا بيتحذروا ده الامتحان open book يبقى يتقولوا على طول ايوا ده مسموح ان هما يستخدموا الكتاب في الامتحان خلاص ده الامتحان open book على طول هتروح تختار الاود ما شفتش ايه؟ ما شفتش aren't لا هنا aren't يبقى انت عايز ايه؟ عكس انه ليس من المحزور استخدام الكتاب في الامتحان الامتحان open book تمام شباب؟ تمام؟ وده بسبب الاستعجال وتروح على طول تختار الاود تمام؟ فمحتاج تركيز وبالراحة خالص وما تستعجلش على ايه حاجة نومبر 10 شباب الكاميرا جاتش بتصور بس هنا ايه؟ هنا بيقولك نومبر 10 My aunt arrived space luxure a bird coming from Mesa طيب انت اللي هي عمتي او خالتي وصلت space luxure مطار القاهرة coming اللي جاي من مين؟ جاي من ميس عارفنا انه arrive بيجي ماوراها ايه؟ وصلت to to أو وصلت at لي تمام؟ واصلا في حروف جر ما نفعش تخدم اللي ات فعش اقول arrive in يعني يعني وصلت الى هنا برده وصلت في ما تنفعش وصلت لي for انت هتقولي دي لما استخدمناش for تمام هي نفس at هنا لازم تعرف على بعضها تمام؟ number 11 a time when something special happens means a while and space طبعا نسنساش حتة الا while and هنا لما حاجة شيء كده بيحصل special خاصة حبنس تمام؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده occasion اللي هو مناسبة يعني number 12 number 20 when something is extremely bad or serious حاجة خطيرة جدا يبقى it's comfortable مريحة ولا comfortable معدة ولا server اللي هي خطيرة تمام؟ number 13 she is always paying mean with her money ان هي دايما بقى ايه؟ بتلاقيها كده بخيلة كده زي ما بيقولوا عليها جلدة كده بفلوسها تمام؟ يبقى the entry of mean her is type قلنا هنا ان هي ايه دايما بخيلة بفلوس تبقى ايه؟ تبقى العكس بتاعي العكس بتاع generous number 14 people don't use based means of communication the old-fashioned type old-fashioned زي ما احنا عارفين اللي هي الموضة القديمة هنا يقول بقى ايه؟ ما عادوش بيستخدموا modern means الحاجات الحديثة في التواصل لانها بيتقول old-fashioned ما بيعدوش بيستخدموا global global-herity negative article ايه؟ تبقى traditional اوه عادوش بيستخدموا ايه؟ التقليدي في التواصل لانها بيت ايه؟ بيت حاجة موضة اديمة number 15 the car agent gave me an offer بتدين عارف to space my old car with a new car ان انا عيبة ابدل العربية بتاعتي هنا بيقولك بليس ما كان reduce يعني قلل release اللي هو ايه يبدل السيارة هنا انتردوسكم number 16 بيت اوه عدوش بيستخدموا اكتباتي اوه عدوش بيستخدموا اتفاق جدا لانها بيستخدموا اوه عدوش بيستخدموا والغانية وله ايجا أن تجعلني ذلك أنا أحسني في ناس دلوقتي استصابة الأمور وقال الترجمة دي صعبة جباً الترجمة دي صعبة بس ليس صعبة بس ليس كانت كلمات جديدة عليك ممكن بقى طلب اشطرة تكون عرف الكلمات Global Warming الاحتباس الحراري Long Term طويل المدى Rise يعني Rise يعني ارتفع Temperature الحرارة Of Earth climate يعني التغير الملاخ الثاني الاحتباس الحراري Long Term طويل المدى Rise يعني ارتفع Temperature درجة الحرارة Earth's climate يعني مناخ الأرض It is measure aspect إنه جانب أساسي أو حاجة أساسية Aspect يعني جانب Measure أساسي Of current climate change يعني التغير المناخي الحالي Current الحالي Climate change Demonstrated يعني الظاهر أو اللي احنا شايفينه By direct By direct to temperature measures يعني measurements اللي هي قياسات الحرارة الفعلية أو direct يعني المباشرة Direct المباشرة To measure درجات الحرارة Measurements اللي هي القياسات طيب نكونها بقى كده على بعضها طبعاً تكتبت الكلمات ورايا تمام Global warming الاحتباس الحلالي Is the long term rise يعني ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة temperature of earth climate في مناخ الارض دلوقت كتبها بس ثواني It's a major aspect أنه جانب أساسي Of current climate change demonstrated Demonstrated يعني أنه جانب أساسي في التغير المناخي الحالي Demonstrated الظاهر By direct temperature measurements أنه الظاهر في كياسات درجة الحرارة المباشرة طيب نشوفها كده معنا في الكراسة الاحتباس الحراري هو الارتفاع الدائم لدرجة الحرارة لمناخ الارض أنه جانب أساسي لتغير المناخ الحالي الظاهر بوسطة قياسات درجة الحرارة الحالي وقف الفيديو انقلها ويلا بينا على الانجليش Translation into English إن الطبيعة البشرية هي الخصائص النفسية العامة والمشاعر والصفات السلوكية للبشرية مناكية دائما صراعا بين الخير والشر تعكسه هذه الطبيعة البشرية المتغيرة الطبيعة البشرية Human Natural تمام Human Natural المتغيرة البشرية سأرى الانجليش الآن الكلمات بالثواني الخصائص النفسية العامة الخصائص النفسية العامة الخصائص يعني Character Sticks وهي شخصية Sticks Character Sticks تمام الآن أكتبها لكم على الورق الطبيعة Natural Human الخصائص Character Sticks النفسية Cucological Cucological لدينا العامة المشاعر Feelings الصفات السلوكية للبشرية ممكن نقول عليها Human Kind اللي هي البشرية الصفات السلوكية Behavioral Features يبقى إيه؟ يبقى Human Kind Behavioral Features هناك دائما There is always wrong يعني Can Conflicate ما عليش بين الخير between Good and Evil تعكسه هذه الطبيعة البشرية المتغيرة ونكن نقول هذه الطبيعة البشرية المتغيرة تعكسه أنه This human natural Is exchangeable Human natural مالها Obesited كبتلك يا شباب والله كبرت خطي على ما قد ما قدرت الكلمات الصعبة فيها Human natural اللي هي الطبيعة البشرية يعني أنا أرغب فيها هذا الطريقة مique وهي جميع التالية هذا م享ف التالي لا ألغب فيها بالماء المنزل إذن Cerbe vil Ah ه ена Something ايستيكس يبقى جينرال سايكوليجيكال تمام الصفات السلوكية بيهيفيورال فيترز بيهيفيورال فيترز تمام صراعا يعني كونفليكات نيجي بقى على ترجمة نفسها زه هيومن نيترل معلش تباع الخط لو زغنن زه هيومن نيترل زه جينرل فاديت ترجمة معاكم لها زه هيومن نيترل زه جينرال سايكوليجيكال كاركتوريستيكس أه فيلنكس انه هيومن نيترل بيهيفيورال فيترز زه فالوائز كونفليكات بتويين جود انه ايفل زه ركينجي بال زه جينجي بال دي على بعضها الي ها متغيرة هيومن نيترل او بسيتت تمام تمام كده شباب الحمدو الله فضل الله تعالى خلصنا الحلقة بتاعتنا ترجمة ويه ان شاء الله المقال قلنا هنبقى في حلقة تانية بحيث ان انا مش كل مرة هعملو معاك الاساي تتعود انت بقى تعملو لوحدك واتقطع تفاهم لا هعملو معاك من شاء الله بس الحلقة اللي فاتت جانت ازاي تحل لها علشان برضو جانت بتقابلكم مشكلة جامدة جدا فيها عندك اي مشكلة زين يقدر اصبها لك في الكمنتجات والسلام عليكم شكرا في الحلقة الجاية